من رمالة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي ريمة أبو حمدية أهلنا بكي ريمة ليلة أخرى من الاقتحامات لعلة أخيرها في بيرزيت ولكن الاقتحامات أيضا شملت قلقيليا وبلاطا وريحة وطول كرم وهناك اشتباكات كما يبدو في بلاطا أجميل لنا ما يحصل في الضفة الغربية بالفعل عدد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هذه اللحظة فجر هذا اليوم تتعرض لاقتحامات جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من الشمال إذا بدأنا في بلاطا مخيم بلاطا للاجئين شرق نابلس يتعرض الآن لاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدة محاور كما نقل نشاطاء داخل المخيم وسمع إطلاق نار وتحدث النشاطاء عن أن هناك مواجهات تجري الآن بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت في شوارع المخيم ونشرت أيضا القناصة على أسطح المباني أيضا في قلقيليا كان الوضع مشابه قوات احتلال إسرائيلي معززة بالآليات العسكرية وبالمشاه الإسرائيليين دخلوا قلقيليا نشروا القناصة على أسطح المباني طائرات استطلاع كانت تحلق في سماء المدينة عندما قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدة منازل للفلسطينيين واعتقال عدد من الفلسطينيين فلسطينيون يتحدثون عن أن المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل خلال اعتقالهم فجر هذا اليوم من قلقيليا أيضا في قلقيليا كان هناك مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها للمدينة إلى أريحة عقبة جبر مخيم عقبة جبر للاجئين ويبدو أن هناك اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم أيضا من عدة مناطق في رمالة الآن بيرزيت شمال رمالة تتعرض لإقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي البيت لحم أيضا تقوع ومراح رباح تتعرض لإقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم والخليل كذلك في أكثر من منطقة منطقة الأخوة ومناطق أخرى في الخليل تتعرض لإقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة هذا استمرار لما تقوم به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي زاد حدته منذ السابع من أكتوبر الماضي اقتحامات متعددة لعدد من المدن والقرى والمناطق الفلسطينية بشكل متواصل مع مدهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات في صفوف الفلسطينيين حتى هذه اللحظة أكثر من 2100 فلسطيني تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر الماضي أربعة شهداء من داخل السجون الإسرائيلية أربعة شهداء فلسطينيين لدى اعتقالهم في السجون الإسرائيلية بينما يتعرض الفلسطينيون لأنواع التنكيل والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية بينما هناك غياب لكل الرعاية لكل أنواع الرعاية على رأسها الرعاية الطبية أيضا كما رأينا في الأيام والأسبوع الماضية عادة ما يكون هناك إصابات جراء استخدام قوات الاحتلال للنيران الحية ضد الفلسطينيين حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابات ولكن على مدى الأيام الماضية كما رأينا أمس والأيام الماضية تم تسجيل إصابات لدى اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية المختلفة فجر هذا اليوم يعني ما زال الليل في أوله ولكن كما رأينا في الأيام الماضية تزداد حدة هذه الاقتحامات شدة وأيضا جغرافيا عندما يكون هناك مزيد من قوات الاحتلال التي تقتحم مدن وبلدات أخرى في ساعات الليل بانتظار ما يمكن أن تسفر عليه اقتحامات هذه الليلة ولكن المؤكد أن المزيد من الفلسطينيين سيكونون رهنة الاعتقال في يد القوات الإسرائيلية هذه الليلة